وليه كلية التجارة؟ ليه مش ما كانتش كلية التجارة هو أصلاً لما خلصت نوية عامة وكتبت رغباتي وجات لي بطاقة الترشيح على كلية الإعلام جامعة القاهرة ودخلت فعلاً كلية الإعلام جامعة القاهرة وبقيت طالة في كلية الإعلام جامعة القاهرة يمكن من دفعة الأولى في الكلية كان وقتها حتى كلية الإعلام ما كانش لها مبنى فكنا مع سياسة القصاد في نفس المبنى بتاعها كان سياسة القصاد بيبقوا الصبح واحنا بعض الظهر وانتظمت في كلية الإعلام لغاية يمكن ترم كامل يعني وبعدين حصل وقتها كان الرئيس السادات الله رحمه كان غضب على الصحفيين فعمل يعني بعت ناس وزارة الزراعة وبعت يعني عمل حالة كده فكان فيه صديق والدي الله يرحمه اسمه جلد منطوي كان مدير تحريف في الأخبار فنصحني وقتها قال لي ايه ابعد عن المجال ابعد عن الهديكشاف اللي بيحصل فهو استغل يعني منصبه ونقلني بعد ما كان حتى الباب بتتقفل الباب التحويل ونقلني فهنا بقى نقلة كمان ما كانتش كلية تجارة انا من سكان مصر الجديدة وقتها بيت بابا الله يرحمه في مصر الجديدة فنقلني كلية العلوم جامعة عن الشمس فدخلت كلية العلوم قعدت تقريباً يمكن شهر أو قال وبعدين لقيت نفسي واصل لمرحلة من الاكتئاب شريلة جداً وقادي صعبة جداً ودخل متأخر وبعدين مش عارف اعمل اي حاجة مش الميول مش نفس الاهتمامات خالص خالص اكبر عدد من اصدقائي فقلت هروح معاه ففعلاً حولت كلية تجارة يعني ده نصيب لفيت اللف دي كلها عشان نخش كلية تجارة اشتركوا في القناة